عشان نعرف تفاصيل أكثر نصديف في استوديو جدة دكتور محمد حكيم رئيس تجربة الضيف في موسم جدة مساء الله بالخير دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أسبوع انتهى من الموسم أكيد أعطاكم انطباع عن الإقبال الجماهيري على الفعاليات المختلفة وعلى المواقع أبغى أعرف إش طلعت فيه هذا الأسبوع أسبوع حماسي أسبوع مختلف أسبوع في الريبرتاج مر بشكل جدا سريع ولكن في عمل كبير وراء فريق جدا متحمس أنه يظهر جدة ويظهر موسم جدة بشكل مختلف الاختلاف هي الكلمة التي أقدر أعبر فيها عن موسم جدة والتي رأيناه في وجوه جميع الحضور في خلال الأسبوع الماضي مثل ما تفضل أكثر من تقريبا خمسين ألف شخص يوميا كان بيزورنا في الوجهات المختلفة ما بين جدة تاريخية ما بين الواجهة البحرية أوبحر مدينة الملك عبد الله أمانة في موسم جدة حبينا أن الاختلاف يكون ما يكون فقط فعاليات ما يكون فقط حفلات إنما فكرنا درسنا الانطباع حق الناس والأذواق المختلفة وجينا شوفنا الأعمار المختلفة إيش يحبوا يشوفوا فين يحبوا يروحوا عشان كده هذا كان سبب أصلا الاختيار عن الوجهات الخمسة في البداية بعد كده بدأنا في النشاطات إيش النشاطات اللي نسوي هنركز فقط على الحفلات هنركز فقط على الترفيه هنركز فقط على الرياضة إنما قلنا ليش ما نخلي الموسم موسم متكامل يجمع بين هذه النشاطات بحيث إننا نوفر خيارات متعددة سواء للمواطن سواء للمقيم سواء للزائر من خارج مدينة جدة أو حتى من خارج المملكة نجعل مدينة جدة مقر لبهجة الناس يا سلام طيب إيش انطباعكم في الأسبوع الأول كيف شفتوا الإقبال كيف شفتوا انطباعات الناس فوق المتوقع أمانة طبعا إحنا جينا بعد فترة عيد توقعنا إنه والله بعد فترة العيد خلاص الناس ركود شوية تغير النوم وسفرات خارج المملكة لكثير أو سفرات أخرى لكن صراحة يعني الكمة الهائل من الناس والكمة الهائل الكبير من البهجة اللي شفناها و جاء الناس عطتنا حماس أكبر إننا نطلع بمفاجآت أكبر خلال السبع القادم جميل يعني نقدر نقول فيه تجربة مختلفة اللي انتوا سميتوها تجربة الضيفة اللي انت مسؤول عنها راح تقدموها للناس أنا ودي أتعرف على هذه التجربة إيش يعني تجربة الضيفة اللي موجودة في موسم جدة ممتاز خلينا أخذ خطوة للخلف دقيقة نعرف للناس إيش يعني تجربة الضيفة أو الكيستمر جيرني في الغالب اللي يجي يتبادل لذهن الناس هو خدمة الضيف اللي هو بيركز على المخرجات إحنا هنا ما بنركز على مخرجات فقط أنا ما بيركز أنه جاني ألف أو مثلا عندي في مركز التواصل أو المكالمات اتصل علي مثلا مئة ألف مكالمة لا إحنا بنركز على اتصل علي شخص واحد هل هذا الشخص قدر يصل للمعلومة اللي هو يحتاجها هل هذا الشخص فعلا قدر يوصل لكل المعلومات اللي كان يبحث عنها هنا تيجي تجربة الضيفة اللي بنحاول نطالع فيها في كل خطوة في كل مرحل من مراحلها إننا نعرف إيش النقاط اللي لازم نركز عليها إيش النقاط اللي ممكن في الأحيان نلغيها حتى تعزز وتمكن هذا الضيف من إنه ياخذ وينبسط ويعيش الأجواء خلينا أذكر على سبيل المثال مثل ما ذكرت في تقريرك الفيزا الغالب الفيزا بتاخد لو مشينا على الروتين العادي لها إجراءاتها الخاصة والأمور هذه كلها وعدد أيام معينة سواء كان للمملكة أو المباقي بدول العالم ولكن لو أنت تبغى عدد كبير من الزوار من خارج المملكة يزورك في الفعاليات فلازم تبدأ تفكر في تجربة الضيفة من الفكرة إلى الذكرة هذا هو السلوغ نحن نمشي عليه في موسم جدا من الفكرة إلى الذكرة عشان كده لقيت أنه بمجرد أنك تختار الفعالية تضغط عليها تعب الفورم الخاصة بالفيزا ثلاث دقائق وانت عندك الفيزا تأخذها تروح على المطار مباشرة كيف تصل لاحظت أنت أيضا في التقرير ركست على موضوع البنية التحتية وقصة موسم جدا بنيناها من أحد برامج الرؤية اللي هو برنامج جودة الحياة اللي أطلق السنة الماضية واللي فيه هدف من تطوير الماطر الحياة وتحسين البنية التحتية ومن أهم البنية التحتية اللي لازم نركز فيها مع الكم الهائل من الناس اللي راح يزورنا هو النقل فكيف تفكر في النقل أنه يكون نقل سلس أنه يكون بسيط بحيث أنه ما تبقى تعقد على الناس حتى لأنه أي غلط أو أي تعقيد ممكن يكون في أي تجربة من هذه التجارة في أي مرحلة من تجربة الضيف ممكن ما يخلي الضيف مستمتع ببقية التجربة فإحنا طالعنا في الموضوع من شكل عام درسنا سلوك الناس عرفنا إيش الخيارات إيش التحديات اللي ودهم دائما تتعالج عالجناها من الأساس ما حبنا أننا ننتظر عندك مثلا في الواجهة البحرية أغلقنا شارع كامل خلنا بس باصات بمحطات معينة في الحمرة في الحمرة عندنا جدة تاريخية أيضا موجودة أيضا فكرنا في مسألة الأطفال والمفقودين أنه كيف والله نقدر نساهم في إلغاء هذه الفكرة تماما أنه ما يكون فيه أننا أطفال مفقودين عشان تعرف أنه الطفل فقد فبالتالي أنت الآن العائلة كلها ممكن يومها الكامل يتلخبط ويحزن بهذا السبب فإحنا ركزنا على الأساس كيف ممكن نلغي بعض الأمور كيف ممكن نحسن بعض الأمور عشان التجربة كاملة تكون نوعية جميل شكرا جزيلا لك دكتور محمد